سلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد اليوم مثل ما تشوفون رح نسوي الكليتشة والعيد ما يحلى بدون الكليتشة العراقية الطيبة ومريحة الهيل إن شاء الله حتجربون هاي الطريقة ومتأكدة رح تعجبكم مقادير جدا روعة طعم وريحة ونكهة جدا لذيذة قبل ما نبدي إذا كانت هاي زيارتكم الأولى للقناة أتمنى تشتركون بقناتي وتفعلون الجرس حتى توصلكم إشعارات بكل الوصفات اللي أنزلها وكل المقادير اللي رح أذكرها رح تلقوها مكتوبة في صندوق الوصف نقول بسم الله ونبدي بطريقة العمل أول خطوة نسويها نبدي بتحضير العجينة عندي هنا كيلو من الطحين الأبيض الكيلو يعادل ست أكواب من الطحين رح أضيف عليها ضرفين من الفانيلا الفانيلا تنطيها طعام وريحة جدا طيبة للكليجة رح أضيف أيضا ضرف من البيكن باودر وملعقة طعام كبيرة من الهيل المطحون رح أخلط المكونات مع بعضها بصورة جيدة ثم نعمل حفرة بالوسط في هذه المقادير استخدمت قالبين من الزبدة تقدرون تستخدمون قالب زبدة واحد مع كوب من السمن أو الدهن وأطيب السمن أو الدهن هو جنة يكون بنكهة الزبدة جدا طيب لكن هنا ما متوفر فاستخدمت قالبين من الزبدة وأيضا تطلع جدا طيبة ذوابت قالبين من الزبدة وضفتها فوق الطحين رح نبدي هسه نفرك الزبدة والطحين بهالشكل هذا اللي دا شوفوه إلى أن تتفتت عندي كل الحبيبات بحيث يصرعتكم مثل الرمر هنا عندي 3-4 كوب من الحليب الحليب يكون دافي وما يكون بارد رح أضيف عليه ملعقتين طعام من السكر وملعقت شاي من الملح وملعقت شاي من الخميرة الفورية لنضيفون خمرة هواية حتى من تشووها متروح النقشة من تسووها يعني بيها نقشة بالقوالب متروح من أدكم وهي بالتالي مو معجنات يعني منضف لها خمرة هواية رح أضيف هذا المزيج فوق الطحين ورح أخلي يمي كوب من الماء الدافئ طبعا هذا احتمال مو كله نستخدمه يعتمد على نوعية الطحين اللي دا تستخدموها رح نبدي هسا نعجن ونضيف الماء تدريجيا إلى أن نحصل على عجينة متماسكة أنا تقريبا استخدمت يعني 3-4 كوب من الماء والماء يكون دافي استمريت تقريبا 10 دقائق أعجن العجينة لأن عجينة الكليتشة تحب أن تنعجن هواية إلى أن تحمي لسا لاحظوا شان صارت بعد أن تتماسك وتنعجن بصورة جيدة نغطيها وندفيها ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة وبها الشكل تكون جاهزة ننتقل للخطوة الثانية اللي هي تحضير الحشوات رح أستخدم آني حشوة التمر عندي هنا عجينة التمر هذه موجودة بالأسواق وتكون منزوعة النواء جدا سهلة بالشغل رح أخلي وياها سمسم ولبجوز أو عين الجمل كسرتها بهالشكل هذي وعجنتها ويا التمر بعدين رح نسوي العجينة هذي بشكل كرات صغيرة حتى سهل علينا الشغل أثناء تشكيل الكليتشة الحشوة الثانية اللي هستخدمها هي حشوة الجوز أو عين الجمل رح أكسر الجوز بهالشكل اللي ده تشوفوا وأخلط وياها شوية من السكر وبهالشكل تكون الحشوة جاهزة أكوي خلون دارسين شوية دارسين وياهاي الحشوة لكن أنا ما أخلي فقط الجوز والشكر تقدرون أيضا تستخدمون الحشوات الأخرى مثل الحلقوم الوردي أو السمسم وتخلطون وياها سكر أو مثلا برج جوز الهند وتخلون وياها فسطق حلبي أو الفسطق الأخضر تطلع الحشوة هاي جدا طيبة رح نبدأ هسا نشكل الكليتشة أما شكلوها باستخدام القوالب طبعا هذا القالب مو ما الكليتشة بصراحة هذا ما المعمول لكن أنا استخدمتها للتوضيح لأن هنا ماكو قوالب مالكليتشة فبهالشكل هذا اللي شفتوه تفتحون العجينة وتحشوها وتخلوها بالقالب أو تقدرون تستخدمون الطريقة الثانية اللي هي بدون قوالب إنه تفتحون العجينة بهالشكل هذا باستخدام الشابك وتاخذون عجينة التمر وتحاولون تترققوها بإيدكم بهالشكل هذا وتفرشوها على كل العجينة طبعا هذه طريقة التشكيل حسب رغبتكم بس أنا شوفتكم يعني كذا يعني شكل وكذا موديل رح نبدي هسه نبروم العجينة ولا تبرمون هواية يعني خلو اللفة مالتكم مجرد اثنين مرتين تبرمون العجينة حتى من تقطعون الكليتشة الشكل عدكم يصير حلو إن شاء الله تكون طريقة العمل واضحة أمامكم أكثر سؤال يجيني على القناة هو إنه شلون عجينة الكليتشة تبقى بيضة لازم ما تخلون الدهن حار يعني من تجون تذوبون الزبدة أو تذوبون السمن تخلوه شوية يدفع يلا تضيفوه فوق العجينة حتى العجينة عدكم مصير سمرة والسؤال الثاني اللي ينطرح أيضا إنه ليش من نسوي الكليتشة النقشة تروح النقشة تروح من تخلون خمرة هواية الخمرة ما تخلون هواية بالكليتشة يعني هي مو معجنات هي نوع من أنواع المخبوزات فما تخلون بيها هواية خمرة حتى النقشة عدكم ما تروح قطعت هسه الكليتشة مثل ما داشوفون وصار هذا شكلها جدا طيبة العجينة ما تتمر بيها جوز وسمسم نفس الحشوة الأولى هسه رح نشكل كليتشة الجوز بهالشكل هذا أيضا بدون استخدام قالب أو إذا عدكم قوالب مال كليتشة تقدرون تستخدموها بسهولة وإن شاء الله تكون طريقة العمل واضحة أمامكم داءتني هسه العجينة للداخل وأقفلها فصير كأنما زنجيل وطبعا هاي كل البيوت السوي الكليتشة ماتت جوز بهاي النقشة ما عرف ليش بس هي صدق أحلى وأطيب ما يعني نفس الشي بس هي فعلا هيتشة أمو الجوز يعني شكلها أحلى وأطيب ما عرف ليش شكلت هسه الكليتشة وخليتها في قالب الشوي القالب تريدون تدهنوا أو تخلو لورق زبدة حسب رغبتكم هسه رح نحضر خليط التلميع اللي نخليه على وجه الكليتشة حبة بيض وحدة مع ملعقة طعام من الحليب نخلطها بصورة جيدة ورح نطلي بيها سطوح الكليتشة بهالشكل هادا أكو يخلون شوية من درات القهوة ويا خليط التلميع حتى تطلع حمرة بس أنا ما أحب هاي الفقرة لأني بيين طعم القهوة بيها صار هسه القالب جاهز رح ندخله للفرن على درجة حرارة 200 نشوي أول شي من الأسفل وننشوفها تحمرت أو شقرت نطفي الشوايا السفلية ونفتح الشوايا العلوية إلى أن يصير لونها ذهبي بهالشكل هادا اللي ده شوفوا وهذا شكلها في صحن التقديم طبعا جدا طيبة تلوقي لحلكم والله ريحتها يعني انتشرت في المكان وجدا طيبة وعجينتها جدا هالشي إن شاء الله تجربون هاي الطريقة وتعجبكم هذه كانت وصفتنا لليوم إن شاء الله تكون عجبتكم وحبيتوها إذا حبيتوا الفيديو أتمنى تخلوا لي لايك وتشاركوا بين الأصدقاء عيدكم مبارك وكل عام وأنتوا بألف ألف خير شكرا للمتابعة وإلى اللقاء بوصفات أخرى مع السلامة شكرا للمشاهدة ى